بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ذكرنا أن المصدر الأول للثقافة الإسلامية هو القرآن الكريم والمصدر الثاني هو سنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن بالنسبة إلى سنة الرسول لأنه كثرت الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وهناك مرويات موضوعة فلذا يجب تمييز الغث من السمين وتمييز المرويات الصحيحة الأحاديث الشريفة التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله والمرويات المكذوبة التي نسبت زورا وبهتانا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وذكرنا أنه من الأمور المهمة دراسة التاريخ الإسلامي لتشخيص الصحيح من غير الصحيح كشف الحلقات المفقودة لتكتمل الصورة لنا لكي نميز بين السليم وغير الصحيح طبعا هنا نحن نواجه بمشكلة حينما نريد تقييم الرجال وتقييم هؤلاء الرجال يستلزم البحث عن محاسنهم ومساوئهم فإن البعض يمنع الخوض في مساوئ بعض الرجال أو بعض النساء في التاريخ الإسلامي في الحقيقة هذا المنع يراد منه التغطية على بعض الأمور وبعض التحريفات وبعض التغييرات التي جرت في هذه الأمة ومحاولة التغطية لكي لا تنكشف هذه الأمور طبعا هذا الكلام ليس له موضوعية لأن الإنسان الذي يريد أن يصل إلى الحقيقة ينبغي أن يطلع وأن يعلم أما إذا حاولنا أن نبقي الناس على الجهل وأن يجهلوا التاريخ ويجهلوا ما جرى بين المسلمين بعنوان تقديس بعض من سبق فإن هذا الأمر يؤدي إلى الجهل ويؤدي إلى عدم اكتشاف الغث من السمين مما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله البعض يستدل بهذه الآية حينما نأتي ونتكلم حول ما جرى بين المسلمين في القرن الأول الهجري تحديدا يقول القرآن الكريم يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هذه الآية وردت في سورة البقرة في قضية أو قضايا تتعلق باليهود السابقين وكما نعلم أن اليهود الذين اتبعوا موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام اتباعا حرفيا كاملا في زمانهم الله عز وجل فضلهم على العالمين بني إسرائيل ولكن لأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا وآذوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا أليما الله عز وجل في سورة البقرة يذكر بعض القصص المتعلقة ببني إسرائيل وصيت يعقوب عليه الصلاة والسلام على نبينا وآله حينما خضرته الوفاة وبعض الأمور التي أجراها بعض اليهود من التغييرات والتحريفات بعد ذلك يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هل هناك تناقض الله عز وجل في البداية يذكر بعض ما جرى على اليهود ثم يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم إذا كان المقصود أن لا نعلم ما جرى عليهم فلماذا في البداية ذكر الله سبحانه وتعالى بعض جرائمهم وبعض تغييرهم وبعض تبديلهم هل معنى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أن نبقى على الجهل يعني الله عز وجل في هذه الآية يأمرنا لكي نبقى جهال لا نعلم ما جرى لو كان هذا الشيء الذي جرى لا يرتبط بحياتنا ولا يرتبط بعقيدتنا ولا يرتبط بديننا كنا نقول بأن هذا من الفاضل الذي لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه ولكن القضية أنه ما جرى بينهم هذا مؤثر في حياتنا اليومية من باب الاعتبار من جهة الله عز وجل عندما يذكر قضايا اليهود قضايا أحبارهم رهبانهم التحريفات التبديلات كتابة الكتاب ثم يقولون هو من عند الله قتلهم للأنبياء وما إلى ذلك يذكر هذه القضايا لكي نعتبر بها لأنهم كانوا أمة ونحن أمة وما جرى على تلك الأمة من محاسن أو من مساوئ وأسباب النجاح أو الفشل ذلك القانون أيضا يجري في هذه الأمة أسباب النجاح أسباب الفشل أسباب الانتصار أسباب العصيان يجري علينا وإلا الله عز وجل ما كان يريد أن يسرد قصة هكذا وإنما كان يريد أن نعتبر فالطلاعنا على ما جرى بينهم يسبب الاعتبار لنا هذا أولا نعتبر بما جرى والشيء الثاني ما جرى بين المسلمين في القرن الأول الهجري بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله هذا الذي جرى يؤثر في حياتنا الآن كثير من المشاكل التي نعاني منها الآن هي نتيجة ذلك الصراع الذي كان في القرن الأول كثير من التحريفات التي الآن نحن ابتلينا بها جراء ما فعله في ذلك الزمان فليس معنا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون معناها أنه نبقى على جهل بما جرى بينهم وإلا فلماذا الرواة نقلوا لنا لماذا المورخون نقلوا لنا هل خالفوا قول الله سبحانه وتعالى بل معنى هذه الآية بأن هؤلاء عملوا أعمال هذه الأعمال عليهم وزرها إن كانت سيئة ولهم ثوابها إن كانت حسنة وأنت في يوم القيامة لست مسؤولا عن أعمالهم وأفعالهم لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى اليهود بنوا إسرائيل عملوا بعض الأعمال إن خيرا وإن شرا نحن لسنا مسؤولين عن أعمالهم يوم القيامة لا نسأل لماذا فعلوا كذلك ولماذا لم يفعلوا كذلك نحن مسؤولون عن أعمالنا هذا معنى الآية ليس معنى أن تبقى على الجهل وإلا فلماذا ذكر الله سبحانه وتعالى تاريخهم وقصصهم والروات والمؤرخون والأصحاب كتب الحديث نقلوا تلك الأمور لماذا من الأسباب لكي نعتبر بما جرى بينهم نميز بين الحق والباطل نحن حينما نقرأ غزوة بدر نقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون في جانب والمشركون أبو جهل أبو سفيان معاوية لأنه كان في بدر في صفوف المشركين وفلان 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 كانوا في الجانب الثاني لماذا نذكر هذه القضية لماذا نذكر قضية غزوة بدر لماذا لا يعترض علينا تلك أمة قد خلت الرسول والمسلمون قد خلوا ماتوا المشركون أيضا قتلوا أو ماتوا لماذا تذكر قضيتهم لماذا تذكر السيرة الجواب نحن لسنا مسؤولين عن أفعال أولئك سواء كانوا من المؤمنين أو من غير المؤمنين من المشركين نحن مسؤولون عن أعمالنا ولكن ولكن نتابع ما جرى عليهم لكي نعتبر لكي نرى الصحيح فنتبع ذلك الصحيح الرسول أسوة نرى أفعال الرسول نتبع أفعال الرسول فلان أخطأ أو عصى نعلم أنه أخطأ أو عصى لا نكرر خطأه نحن لسنا مسؤولين عن خطأه ولكن نعتبر ننظر إلى خطأه خطأه أو معصيته وعصيانه فنعتبر ولا نكرر العمل الذي فعله وننظر إلى العمل الصحيح الذي عمله فنعتبر ونحن نحاول أن نطبق ذلك العمل في حياتنا فالذين يريدون أن يبقى الناس في جهل من تاريخ الإسلام فإن هؤلاء في الحقيقة مآل عملهم هذا هو محاولة التغطية على كثير من الجرائم التي جرت في السابق والتغطية على الرجال التي قاموا بتلك الجرائم المشكلة أن بعض هؤلاء الرجال الذين قاموا بهذه الجرائم وفعلوا هذه الموبقات هؤلاء تحولوا إلى قديسين وأعمالهم اعتبرت من مصادر التشريع وبعضهم من الذين نسبوا بعض الأمور الكاذبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنحن حينما نريد أن نصل إلى المنبع الصافي لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسيرة الرسول يجب علينا أن ندرس التاريخ الإسلامي ندرس الشخصيات التي ساهمت في هذا التاريخ سواء مساهمة إيجابية أو مساهمة سلبية ونعلم أننا لسنا مسؤولين عن أعمالهم مسؤولون نحن عن أعمالنا ولكن نقرأ قضاياهم لكي نعتبر لا يصح أن نعتبر تصرفات غير المعصوم مصدر للتشريع الصحابة حتى الصحابة المنتجبين منهم هؤلاء ليسوا مصدر من مصادر التشريع معرضون للخطأ وللصواب وللعصيان حتى القرآن الكريم ينسب الفسق والكذب إلى أحدهم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا من كان هذا الفاسق؟ هذا الفاسق كان الوليد والوليد كان من الذين أسلموا على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله ويعتبر من أصحاب الرسول فجاء بخبر كاذب الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من هو هذا الفاسق؟ الوليد إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا بمجرد أن سمعت هذا النبأ منه لا تقول ما دامه وأسلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله فهو صادق لا الآية تقول فاسق وفسقه كان بالكذب في هذه الآية لأن البعض يقول لعله كانوا يرتكبوا بعض المعاصي لكنهم صادقون فيما نسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهل يعقل أن إنسان يرتكب موبقات من القتل والزنا والنزو على إمرة المسلمين وبعد ذلك يكون صادقا ولا يراعي مصلحته والآية تصرح إن جاءكم فاسق من هذا الفاسق؟ هذا الفاسق كان من الأشخاص الذين أسلموا على يدي رسول الله ولكن كان فاسقا فاسقا يعني كاذبا في هذه الآية فبناء على ذلك نحن ينبغي علينا أن نرجع إلى المنابع الصافية ونميز الغث من السمين التاريخ وإلا لماذا العلماء كتبوا علم الرجال؟ من علوم الشريعة علم الرجال ما هو علم الرجال؟ علم الرجال يأتي ويبحث عن حال كل راو من الرواة فلان هل كان ثقة أو لم يكن ثقة؟ وفي بعض الأحيان فيه تجريح لذلك الشخص وتفسيق إلىه والذكر الموبقات التي ارتكبها لم يقل علماء الرجال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون لم يقولوا هذا علماء الرجال يقولون بأن هذا الرجل إن كان غير مرتبط بمصدر التشريع وليس ناقلا للحديث ما كنا نذكر أحواله لأنه مو مرتبط بنا ولا يؤثر في حياتنا ولكن ما دام هذا الرجل رواه نحن نريد أن نعمل بتلك الرواية نريد أن نبني بعض فروعنا الدينية على هذه الرواية فكيف يمكن لنا أن نبني ديننا على رواية ولم ندرس أحوال هذا الراوي فعلم الرجال يذكر الجرح والتعديل بالنسبة إلى الرجال والفقهاء العظام استثنوا ما ذكر في علم الرجال من موارد الغيبة لأن الغيبة محرمة ولا يغتب بعضكم بعضا ولكن استثني موارد من الغيبة ومن تلك الموارد في علم الرجال لماذا؟ لكي نكتشف الكذابين فندع ما رواه جانبا ولا نعمل به ونأخذ بما رواه الصادقون لكي نعمل به هنا يسوقنا الكلام إلى أمر هام وهو أنه نحن حينما نلاحظ تاريخ المسلمين نلاحظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله نجد أن السنة التي وصلتنا الصحيحة وصلتنا عن طريق أهل البيت فقط لا عن طريق غيرهم ولذا كما ذكرنا في إحدى الحلقات ولذا رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي الرسول ترك فينا شيئين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لم يقل رسول الله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي هذا حديث موضوع باتفاق أهل الحديث وأنا أتساءل الآن من المشاهدين كم منكم سمع هذا الحديث كتاب الله وعترتي مع أن هذا الحديث كتاب الله وعترتي متواتر رواه الفريقان وأهل السنة في صحاحهم الست ست مرات هذا الحديث كرر وذكر وفي كتاب مسلم هذا الحديث موجود بعبارة أخرى أذكركم الله بأهل بيتي الرسول ترك كتاب الله والعترة لماذا لم يقل وسنتي لماذا لأن السنة حفظت عن طريق العترة أما السنة التي وصلت عن غير طريق العترة فهذه في كثير من مفرداتها لا تنسجم مع الإسلام الصحيح وكثير من هذه من الموضوعات فالمصدر الثاني من مصادر التشريع هو كلام وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله والصحيح منه وصلنا عبر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعالها الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات موسيقى تسكن نفوس acaba موسيقى تسكن نفوس تسكن نفوس ترجمة نانسي قنقر